المسلم يقدر نعم الله عليه ومنها نعمة الأمن والأمان والطمأنينة ما أثر هذه الأمور في حياة المسلمين الشيخ لا شك أننا نعيش ولله الحمد في هذه البلاد بخير ونعمة وأمن وإيمان ورغد من العيش فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة والله جل وعلا قال وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم من عذابي لشديد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فلنحذر من هذا ونقيد النعم بشكرها بشكرها ظاهرا تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وبصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو شكر النعمة فالنعمة ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم أنت مسؤول عن هذه النعمة التي أعطاك الله يوم القيامة بماذا صرفتها وبماذا استعملتها ليست مجرد أنها مرت عليك وذهبت لا بد تسأل عنها يوم القيامة ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم تذكر هذا يا أخي نعم